السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعيني جميعا على قناة انفو تكفريو معاكم مروة سليمان وفيديو جديد فيديو ان شاء الله يكون مفيد على قناتنا هنستكمل مع بعض الامر الرابع من مرج شيبس او دمج الاشكال النهاردة هنتكلم عن السابتراكت يطرس سابتراكت ممكن نعمل بي اي ده اللي هنشوفه مع بعض النهاردة هخش على الباور بوينت ومن الباور بوينت هتدي اعمل انسرت لي تو شيبس هروح لانسرت هعمل انسرت لي تو شيبس وليكن الشيب دي هي دي واعمل انسرت لي شيب داني هنا عندي تو شيبس زي ما احنا شايفين دول التو شيبس بتوعي حطتهم فوق بعض بالمنظر ده غيرت بس حكمهم عملت لهم ولي سايز وحطتهم فوق بعض لو وقفت على الشيب الاولاني غيرت بس الالوان الخاصة بالشيب فيهم واحد ازرق واحد اورنج عشان ما يقوش الاثنين نفس اللون من طبعا من شيب فورمات ومن شيب فورمات بتروح لشيب فيل ودوس على القائمة المنسادي لو تختار اللون اللي انت عايزه هروح اعمل سيلكت على الشيب الاولاني اللي هو اورنج ودوس على شيفت كي واعمل هولد كده على شيفت كي وبعدين اروح اعمل سيلكت للمستطيل او الشكل اللي ورا كده هبتدي اروح للشيب فورمات ومن الشيب فورمات هروح لمرج شيبس وهختار سابتراكت ايه اللي حصل اللي حصل انه هو لما انا اخترت الشيب الاولاني اللي هو الأورنج وبعدين اخترت الشيب التاني اللي هو الريكتانجلر أو الشكل التاني أنا طرحت الشكل التاني من الشكل الأولاني فظهر عندي الجزء اللي برا من الشكل الأولاني اللي أنا عملت له select طيب لو أنا رحت تاني عملت control كده زد عشان أرجع مرة تانية المرة دي هروح أعمل select على الشيب اللي وراه اللي هو الأزرق وبعدين أدوس على shift key وأعمل select لي الشيب التاني اللي هو الأورنج بعد كده هروح لشيف فورمات ومن الشيف فورمات هبتذي ان انا اروح اعمل Subtract ايه اللي حصل؟ من الشيب التاني انا شلت الجزء المتعلق بالشيب الاولاني كأني طرحت الشكل الاولاني من الشكل التاني فظهر عندي بالشكل اللي احنا شايفينه ده بالمنظر ده الموضوع ده ممكن نطبقه شكل عملي ممكن نطبقه مع image وشيب مثلا على سبيل المثال هروح اعمل Insert Picture وهاختر من ال Stock Pictures الموجودة داخل ال Powerpoint ونفتقد الصورة دي كده هحطها كده وروح اعمل Insert لاي شيب عندي وليكن ده مثلا على سبيل المثال وحبتدي ان انا اروح اعمل Select للPicture الاول وبعدين ادوس على Shift Key Hold كده على Shift Key وبعدين اعمل Select للشيب اللي قدامي ده وحبتدي اروح للشيب فورمات اروح للمرج شيبز وابتدي اقوله Subtract فهيديني المنظر اللي احنا شايفينه قدامنا هنا ممكن انت بقى في النص هنا تبتدي ان انت تعمل Text ممكن كمان اعمل Resize بالمنظر ده كده ممكن تبتدي تعمل Resize بالمنظر ده وتبتدي تكتب مثلا تاكست في النص فتقدر تستفيد من Subtract ان انت تعمل اشكال مختلفة وCustomization مختلفة وBackgrounds بشكل مختلف زي ما احنا شايفين ده بالنسبة الامر الرابع Subtract من فورمات Sheep فاضل امر تاني واحد وهو Combine ان شاء الله نتكلم عنه الفيديو القادم ونكون خلصنا اخر امر من المرج شيبز او دمج الاشكال داخل الPowerPoint العمل شريحة احترافية اشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة InfoTech for You زي ما بقول لكم في نهاية كل فيديو وتنسوش تعمل وسبسكرايب لقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم بكل جديد ولو كنتم من متابعين الاعزاء متنسوش اللايك وشير والكومنت دومتهم في العاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر